يستنى فيكم برشة مواضيع باش نحكيو فيها اليوم نبدأ مع بعضنا بالعناوين نعطيوكم الفكرة اشنا ويستنى فيكم في حلقة اليوم وزير الشؤون الدينية تم التخفيض في تسعير الحج بمساعن من رئيس الجمهورية ايقاف طالبين من اجل اغنية والعقوبة تصل الى اربع سنوات سجن خلافا لجميع الدول العربية تونس تتغيب عن الاجتماع السنوي للبنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية في قفص الاحتفاظ بستة اشخاص من بينهم ويلي وكتب عام وزارة الدفاع تصدر بيانية خص الخدمة الوطنية اهم المواضيع اللي بشن ترقولها باكثر تفاصيل اليوم في القصرين العثور على تسع جثث لمهاجرين والنيابة العمومية تأذن بفتح تحقيق تذرر عدد من المنازل في تبارقة وفرنانة بعد نزول كميات كبيرة من الامتار يوم غضب لنقابة الصحفيين بسبب الحكم بسجن الصحفي خليفة الجسمي لمدة خمس سنوات ونختم حلقتنا كما كل يوم اللي بدينا بها من البارحة فقرتنا الجديدة من فلسطين اليوم بش نحكيه على الخروب الفلسطيني في الوجدان الشعبي نبدأ مع بعضنا بفقرة تقرأ ولا تلوح تقرأ ولا تلوح ايوها اميل نبدأ بالعنوان هذا نقرأها على موقع حقائق انلاين يقول وزير شؤون الدينية تم التخفيض في تسايرة الحج بمساعا من رئيس الجمهورية متي جاي ما بين نقرأ وما بين ما نقرأش علاش لانه اذا كان مش عويدي اما تعرف اذا كان هو التخفيض ممكن علاش للي حتى نستنعو تدخل رئيس الجمهورية هذا هو اعلن وزير شؤون الدينية ابراهيم الشيبي البيرح في ندوة صحفية انعقدت بمقار الوزارة وانه تسعيد الحج لسنة 2023 حددت بتسعتاش نلف واربعمائة دينار وهذا بعد مساعا من رئيس الجمهورية للضغط على الكلفة تم تخفيض التسعيرة اللي فيقت في البداية واحد وعشرين الف دينار الى التسعيرة المذكورة يعني تقريب بزوز ملايين مضيفا وانه الاستعدادات لموسم الحج انطلقت بصفة مبكرة حيث توجهت ليجين المعاينة والصفقات على عين المكان لاكتراء الفنادق القريبة من الحرم وتوفير ظروف اللائقة للحجيج التونسيين واضاف الوزير وعنه 67 سنة هو معدل الاعمار بنسبة للحجيج المرسمين بالقايمة النهائية اكبر حاج عمره 103 سنوات من ولاية المهدية اصغر حاج 23 سنة واشار الى عنه اول رحلة ذهيب بيش تكون نهار 9 جوان باتجاه المدينة المناورة واخر رحلة في 23 جوان باتجاه مكة المكرمة ورحلة العودة بيش تكون لولا يوم 3 جويلية واخر رحلة يوم 17 جويلية من جهة اخرى افيد المدير العام المساعد بشركة الخدمات الوطنية والاقامات غسين العليوي زادة خلال الندوة برشا معطيات في علاقة بمعاليم الحاج كيفش اتدفع الشبابيك الموحدة اللي بيش تفتح من 18 مي اعتاه كل الاجراءات واكدوا انه بيش يتم تخصيص ثلاثة فنادق للحجيج التونسيين بالمنطقة المركزية بمكة المكرمة هذا مهم برشا لانه برشا حجيج كانوا ديما يتشكيوا اللي السكنة متاحهم تبدأ بعيدة برشا على الحرام شو يقول لنا يقولنا وانه الفنادق هذية تبعد عنها بمسافة تتراوح بين 300 و700 متر قريب بالقديل حقيقة 300 و700 متر قريب وهذا يمكنهم من تأديل المناسك بيسر وسهولة ان شاء الله حجم أبرور وظنب مغفور وربي يوصلهم سالمين ويجيبهم سالمين بالنسبة للسعر أدينا حكيه هكا شوية بارك أميل كي تشوف الـ دوفيز كي تشوف الـ الورو كي تشوف الدولار ما عشناش بتحسب بالـ بالدينار تونسي الحقيقة انا في الفترة الأخيرة ما سهل علي يا ربي أخيرين تسافرت شوية كي سافرت بديت نفهم نلقى روحي عندي برشا فلوس كيت بدلهم بش آآ مترقامش مترقى شايرة آآ مترقى حتى شايرة ديكا فما كوردو دفيز تحكم فينا زي هذا هو عفاف المبارح وقت اللي نشوفه في تسعتاشن مليون الناس الكل استكترتها لأنه نحسبه بالتونسي نحسبه بالدينار التونسي لازم نفهمه اليوم وأنه المليون التونسي ما عادش المليون التونسي يا حسرك يكن المليون برشا فلوس مليون مليون كان عن برشا فلوس كما قلت دونك وقت اللي حسبوها بالدينار التونسي تظهر كبيرة برشا لكن وقت التعودها وتحطها في الأورو ولا تحطها بالدولار فمتعطها برشا حاجة كبيرة برشا كنت رأي الفرانسويس انتي حكين لعا الفرانسويس اشنا ولي نمشو العنوان المويل نقراوها على موقع ديوانة فهم العنوان دار برشا برح فيديو دار تبارش على مواقع التواصل الاجتماعي ايقاف طالبين من أجل أغنية والعقوبة تصل إلى 4 سنوات سجن نقرحها فيه وتبعت الموضوع وتفرجت ومشيت تفرجت في الفيديو باش نشوفها شنو الفيديو هذي الحاجة الوحيدة اللي نجم نقولها احنا الكلنا تحت ايقاف تحفظي الناس الكل والكلنا سجناء لانه بصراح الفيديو ما فيهاش حاجة اللي تخلي ثلاثة طلبة يقراو انهم يتم الايقافة متاحا والعقوبة توصل الاربع سنوات سجن نجم توصل الاربع سنوات سجن دوك هذا ما اكدته المحامي ايمان السويسي اللي دخلت البارح في برنامج ستين دقيقة اه حول ايقاف الطالبين يوسف شلبي واذيان نصير من قبل الوحدات امنية بسبب مشاركتهم في اغنية موضوعة مدهمة امنية واتهامهم باستهلك الزرط لا نعطيكم بعض التفاصيل اللي قالتهم المحامية وانه تم احالتهم بتهمة الاساءة الى الغير على مواقع التواصل الاجتماعي نسبة امور غير واقعية متعلقة بموظف عمومي عن طريق الصحافة او غير ذلك من وسائل الاشهار ولفتت الانتباه وانه العقوبة تصل نظريا الى اربع سنوات ووضحت لي الايقاف هذا يأتي على خلفية محضر حروا باحث البداية من تلقى نفسه وتم فتحه على اثر رويج مقطع الفيديو بشبكات التواصل الاجتماعي تبينوا انه الاغنية الضمن عبارة نبيا تسيء للأمن وبالي الموضوع الاهمية اللازمة امكن لدورية الشرطة ايقافهم بناء على ما ورد في نص المحضر اميل اه من دجا انتي اتكلمت فيه الموضوع اه فقط هوني ان حبو نقوله انه رو عمل ابداعي اه بابداعي رو عمل فني معناها اذا كان اليوم اه الشباب هذية حتى في التعبيرات الفنية اه اه نعملو لحدود نعملو لحدود معناها على الدنيا السلام اه اه انا راش نوال لهالدرجة في الاخر اه اه سيد لك خياسيو معناها سوف باديق مهيش موحاكت للواقع معنا يا سيدي مووش يحكي عليكم مووش بالحق صورة شعرية صورة فنية الشعرية هذيك هو في الاخر الاعمال الفنية مهوش عمل اه صحو فيلم مهوش ريبرتاج مهوش نقل للواقع هو عمل فني ثم من يقيم العمل فني وباي الية يقال اكزاكتو ما اكزاكتو ما عفاف هذا هو هو عمل فني انا اتفرجت فيه قتلك يجيق ثلاثة مرات عودت حبيت مفاركس وين الاخلال بالنسبة للطلبة هذومة والشباب هذومة حقيقة اذا كان اسمعنا اكثر من هكرة خلال السنوات العشرة اللي اتعدات وسمعنا برشة اعمال واللي رابير نعرفوهم الاغاني متاحهم كيفاش يبدوا يقوموا بها والنقد اكيد اذا كان الفن ما ينقدش الواقع وما يقدمش صورة اخرى للواقع في خيبة المسعى يا خيبة المسعى نمشيوا العنوان المويت العنوان نقرأها على موقع تونيزي تيليغراف يقول خلافا لجميع دول العربية تونس تتغيب عن الاجتماع السنوي للبنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتدمية مش في عوايدنا والبنك هذي مهم جدا انه تونس تكون موجودة نقرأ باش نعرف الاسواب اللي تخلي تونس تتغيب اللي خاصة ان احنا في وضع اقتصادي اللي يطلب مننا ان ندقوا الابواب الكل كل الابواب اللي موجودة كل الابواب لازم ندقوها اي نعطيكم بعض التفاصيل من هيدا المقال وابي امكانكم العودة لي دونك كانت تونس البلد العربي الوحيد اللي تغيب عن الاجتماع السنوي 32 للبنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية في سمرقند عاصمة اوسباكستين تحت شعار الاستثمار في المرونة وفق تقرير لموقع الشرع المغاربي الاجتماع اللي انطلق البارح 3 بشيكون وفقا للعديد من المراقبين الحدث الاكبر من نوعه للبنك في اسيا الوسطى والشرق الاوسط باعتبار عودة فعالياته الى المنطقة لأول مرة منذ عام 2011 معناه غريب وانه ماناش حاضرين دونك تشمل اعمال الاجتماع اللي تغيب عنه تونس بحكم عدم حضور اي وفد رسمي من البلاد في الفعاليات هذه على عكس جل الدول العربية دونك جلسة تتعلق بدفع عجلة الاستثمار والقدرة على الصمود في عدد من دول الشرق الاوسط يعنينا ويجمع الحدث اللي يستمر ثلاثة ايام ويفتتح بحضور مسؤولين حكوميين ومديرين تنفيذيين مليين والشركات ورجال اعمال وممثلين عن منظمات مجتمع مدني وسائل اعلى من جميع انحاء العالم وينيقش محافظو البنوك مشاكل النزاع في اوكرانيا بطبيعة مع التركيز على الفترة اللي تلت الحرب الروسية بها والحفاظ على امن الطاقة والغذاء واعادة اعمار البنية التحتية وتوفير التمويل التجاري والعمل على القطاع الخاص وينيقشوا زيدا كيف كيف امن الطاقة مصادر الطاقة المتجدة التحديات القصيرة وطويلة الاجل اللي سبتها الحرب على اوكرانيا والرقبنا في الاسواق الناشئة والشمول الميلي يعني المواضيع اللي كلها تهمنا عفاف الامن الغذائي الطاقة التكنولوجيا كل المواضيع هذه احنا معنيين بها ولكن للأسف الشديد نخلي ورواحنا مش نجدة رواحنا نخلي ورواحنا خارج اجتماع مهم من هذا النوع واجتماع وازن يعني ميزان كبير وغيب غير مبر غير مبر اكيد في قفصة الاحتفاظ بستة اشخاص من بينهم ويلي وكيتب عام دونك اذنة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقفصة الثلاثة الاحتفاظ بمجموعة من الاشخاص من بينهم ويلي وكيتب عام للولاية سابقين بشبهة فساد ايداري في علاقة بملف اسناد رخص التاكسي الفردي موضوع كذي هذا موضوع نحكينا عليه برشة الحقيقة هو مطوى شبهة هذي ولكن فما برشة فساد في عملية اسناد رخص التاكسي الفردي والتاكسي الجماعي دونك تم ايقافهم حاليا بشبهة تدليس وثيقة رسمية واسناد رخص التاكسي واحدة على خلاف الترتيب التفاضلي المعمول به في اسناد هذا نوع من الرخص ولكن نرجع الى انه كانت ولاية جافصة قدمت بشيكية لدى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بولاية جافصة حاول تعاطي الوالي السابق المحتفظ بمعاملة اسناد رخص التاكسي الجماعي ليتم على اثر هذه الجيكية فتح بحث تحقيقي باذن من النيابة العمومية مهم برش الموضوع لانه بش ما يبدأش اي واحد خارج الحساب والمحاسبة النيابة كلها نخمو بهذا العنوان وزارة الدفاع تصدر بيان يخص الخدمة الوطنية الخدمة الوطنية هي من اكثر الحاجات نبلا المفروضة معادش رافل لكننا نتناقشو في الكواليس رافل كين وكان قبل وسيلة متع ترهيب زي لا ترهيب بالنسبة للمواطنين بطريقة تلقى منذ سنوات افيدت وزارة الدفاع الوطنية بانه حصت التجنيد اثنين الفين وثلاثة وعشرين لتشمل الشبان موليدة الثلاثية الثانية من سنة الفين وثلاثة وموليد سنوات السابقة اللي مقاموش بتسوية وضعيتهم ازاء قانون الخدمة الوطنية تنتلق بداية من غرة تجوان وتتواصل الى غاية سبعة اجويلية ودعات الوزارة في بلاغ عزدرته البيرح الشبان المعنيين الى التقدم تلقى ايا الى احد المراكز الجهوية للتجنيد والتعبئة بكل من تونس سوسا بيجا جيبس والجنصرين نصحوا بين بطاق تعريف الوطنين اشتركوا في القناة